هل ما يجري في العراق يبعث على التفاؤل؟ سؤال لا يزال يطرح في الإعلام الغربي على أبواب الانتخابات البرلمانية في أيار المقبل ولعل الترويج لهذه الانتخابات في العديد من الصحف لا يزال مربوطا بنشوة ما قيل إنه انتصار على تنظيم الدولة الذي دأب حيدر لعبادي على تسويق نفسه على أنه صانعه طموحا منه لولاية ثانية كما يتهمه منافسوه يأتي هذا في وقت يطرح الشارع العراقي موقفا متشائما حول هذه الانتخابات حيث تغط أصوات المتظاهرين على سوء الخدمات وخسخصة الكهرباء والفساد الحكومي على أصوات المرشحين الذين لا يزالون يعدون ويعدون ولا يزال الشارع العراقي يقول إن شيئا لم يتغير هذا الواقع المؤلم تقول مجلة الإيكمونيست البريطانية إنه نتاج لخمسة عشر عاما عجاف منذ الاحتلال الأمريكي للعراق أزهقت فيها الكثير من الدماء بعد أن فجر الاحتلال موجة من أعمال العنف ثم أسهم السياسيون في افتعال مزيد من الفوضى والطائفية وما أشبه عام 2010 باليوم تقول مجلة الإيكمونيست وقت ذاك نوري المالك استبعد السنة من الأجهزة الأمنية وقطع المال عن الأكراد وسجن العراقيين الذين ينتقدون سياساته وبحسب المجلة فإن الكثير من العراقيين أصبحوا يشككون في جدوى الديمقراطية فلا معارضة تحاسب الحكومة ولا السياسيون يتخلون عن المحصصة الطائفية والنتيجة كما تؤكد مجلة الإيكمونيست في تقريرها فساد وركود حيث التعيينات على أساس الانتماء الطائفي بدلا من الاستحقاق والوزارات تتعرض للنهب والدولة ملوثة أمام هذا كله وفي ظل الأحزاب السياسية التي تقول إنها تخض حملاتها الانتخابية على أساس قضايتهم المواطنين لا يبقى كثير من التفاؤل لدى العراقيين ويبقى اختبار اللعود التي أطلقها السياسيون بمكافحة الفساد والحفاظ على السلم الأهلي والحكم باسم الجميع كمن يراهن على حصان ميت